استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر لقضبية بحضور مستشار صاحب سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة معلي السيد سيرغي كابليكوف رئيس جمهورية كومي بجمهورية روسيا الاتحادية بمناسبة زيارته والوفد المرافق للمملكة ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالزيارة والتي تأتي في إطار حرص البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية على تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز مجالات التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات من جانبه عبر السيد كابليكوف عن سعادته بزيارته للمملكة والوفد المرافق وبالنتاج التي أسفرت عنها الزيارة في تعزيز وتقوية العلاقات بين بلاده والبحرين حضر الاجتماع سعادة السفير أحمد عبد الرحمن السعاتي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية وسعادة السفير فاكيف قراييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة